بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم في خدمة دروس عنوان درسنا اليوم هو الطرح للصف الرابع الابتدائي وسيقدمه محدثكم الأستاذ عبد العزيز آلم عدي قبل أن نبدأ في الطرح نراجع الدرس السابق وهو الجمع قبل أن نبدأ بالجمع أو الطرح نستخدم التقدير وذلك للتحقق من معقولية الجواب نبدأ بالمسألة الأولى دائما نبدأ بالتقدير ثم نوجد الناتج نقرب العدد الأول وهو 126 إلى أقرب 10 فيصبح 130 ونقرب 33 إلى أقرب 10 فتصبح 30 ثم نوجد ناتج الجمع ويفترض أن تكون هذه العملية ذهنية ولكننا نقوم بكتابتها للتدريب يصبح الجواب 160 الآن نبدأ في إيجاد ناتج الجمع نبدأ بمنزلة الأحد وهي المنزلة الأصغر 6 زائد 3 يساوي 9 2 زائد 3 يساوي 5 والواحد في منزلة المئات لا يقابلها شيء في العدد الآخر فيكون ناتج الجمع واحد إذن ناتج الجمع لدينا هو 159 ونلاحظ أن 159 قريبة جدا من المئة والستون وبذلك أتحقق من معقولية الجواب الآن ننتقل إلى المثال الآخر 648 زائد 415 نبدأ بالعدد الأول 648 نقربها إلى أقرب 100 وهي 600 وأربعمائة وخمسة عشر نقربها فتصبح أربعمائة 600 زائد أربعمائة يساوي ألف الآن نبدأ بحل المسألة ولا بد أن يكون الناتج قريبا من الألف وبذلك أتحقق من معقولية الجواب نبدأ بمنزلة الأحد 8 زائد 5 يساوي 13 نكتب الثلاثة في الأحد وهي عشرة ننقلها في منزلة العشرات فتصبح وحدة واحدة عشرة ننتقل الآن إلى العشرات واحد زائد أربعة زائد واحد يساوي ستة وستة زائد أربعة يساوي عشرة الجواب 1063 ونلاحظ أن 1063 قريبة من الألف وبذلك تحققت من معقولية الجواب الذي توصلت إليه جميل جميل جدا الآن نبدأ في الطرح لدينا هذا التساؤل كيف يمكن أن نعرف كم بقي لدى خالد من المكعبات غير المستخدمة؟ لكي نعرف كم بقي لديه من المكعبات غير المستخدمة نقوم بعملية الطرح العدد الكلي من المكعبات ناقص العدد المستخدم يعطينا عدد المكعبات غير المستخدمة نلاحظ أن هذا يمثل العدد الكلي وهي جميع المكعبات العدد المستخدم هي هذه المكعبات التي قام خالد ببنائها وسيكون الجواب بعد أن نطرح هذه المجموعة العدد الغير المستخدم من المكعبات وهي المكعبات المتبقية سنتعلم اليوم بإذن الله تعالى طرح أعدادي يتكون كل منها من عدة أرقام مثل 352 و 125395 و 123 ولكن قبل أن نبدأ بالدرس لدينا تساؤل هل يمكن تمثيل عدد وليكن 562 دون أن تتغير قيمة العدد لنتأمل هذا العدد 562 يتكون من ثلاث منازل المنزلة الأولى الأحد وهي إثنتان والمنزلة الثانية العشرات وهي ست وحدات المنزلة الثالثة المئات وهي خمس وحدات نلجع إلى نفس التساؤل هل يمكن تمثيله دون أن تتغير قيمة العدد الجواب نعم يمكن كيف نحول عشرة إلى أحد أي أننا نأخذ عشرة واحدة من العشرات فتصبح خمس عشرات ونضيفها إلى الأحد فتصبح الأحد إثنى عشر وحدة كما تشاهدون هنا الستة نقلناها إلى الأحد فأصبح لدينا عشرة كاملة مع الأحد فأصبحت إثنى عشر بينما العشرات نقص منها وحدة واحدة فأصبح لدينا من العشرات خمس عشرات متبقية وبهذه الطريقة مثلنا العدد خمسمائة واثنان وستون بطريقة أخرى ولكن دون أن تتغير قيمته فقط نقلنا المنازل وهذا سنستفيد منه إن شاء الله فيما يلي من المساعل أحسنتم جميعا وأنا واثق أنكم قادرون الآن على البدء في حل التمارين لنتناول هذا المثال تسعمائة وخمسة وثمانون ناقص أربعمائة وأحد عشر نبدأ عملية الطرح كالعادة من المنزلة الأصغر كما نفعل في الجمع ولكن قبل ذلك نقدر الجواب باستعمال التقريب نقرب العدد تسعمائة وخمسة وثمانون إلى أقرب مئة وهي تقرب إلى الألف والأربعمائة وحدة عشر تقرب إلى الأربعمائة وجواب الطرح يمكن حسابه ذهنيا ألف ناقص أربعمائة يساوي ستمائة الآن نبدأ عملية الطرح خمسة ناقص واحد يساوي أربعة وثمانية ناقص واحد يساوي سبعة وتسعة ناقص أربعة يساوي خمسة الجواب خمسمائة وأربعة وسبعون جميل جميل جدا الآن ننتقل إلى مثال آخر هذا المثال ستمائة وأربعة وأربعون ناقص ثلاثمائة وواحد وستون قبل أن نبدأ بحل هذا المثال نقدر الناتج ستمائة وأربعة وأربعون نقربها إلى ستمائة وثلاثمائة واحد وستون نقربها إلى الأربعمائة ناتج الطرح يمكن حسابه ذهنيا ويساوي مئتان الآن نبدأ بعملية الطرح من الأحاد وهي المنزلة الأصغر أربعة ناقص واحد يساوي ثلاثة ننتقل إلى العشرات أربعة ناقص ستة توقف قليلا هل يمكن أن نطرح أربعة ناقص ستة؟ بمعنى هل يمكن أن نأخذ من الأربعة ستة؟ هذا غير ممكن ماذا نفعل الآن؟ نعود إلى الخاصية التي تحدثنا عنها سابقا وهي فك التجميع فك التجميع متى يستخدم؟ يستخدم عندما لا تستطيع أن تطرح الأعداد فنستخدم فك التجميع للمنزلة التي تلي المنزلة التي نريد أن نقوم بعملية الطرح فيها ونأخذ منها وحدة واحدة ثم نفك تجميعها إلى عشر وحدات ثم نعيد تجميعها مع وحدات المنزلة الواحدة مثلا العدد ستة وثلاثون نأخذ من الثلاثون وحدة واحدة فتصبح إذا انتقلت إلى منزلة الأحاد عشرة فيصبح العدد الجديد لدينا ستة عشر والثلاثة بما أننا أخذنا منها واحد تصبح اثنان وكما تلاحظون ستة عشر زائد اثنان في العشرات وهي عشرين تساوي ستة وثلاثون هذا العدد لم يتغير وإنما تغير تمثيله الآن نعود إلى مثالنا أربعة ناقص ستة لا يمكن ذلك كما قلنا سابقا نقوم بعملية الاستلاف من المنزلة الأكبر الستة نأخذ منها واحد فتصبح خمسة وعندما نضيفها إلى المنزلة الأصغر وهي العشرات واحد من المئات انتقل إلى العشرات تصبح لدينا في منزلة العشرات قيمة جديدة وهي أربعة عشر بدل أربعة أربعة عشر الآن نقوم بعملية الطرح هل يمكن طرح ستة من أربعة عشر بمعنى أربعة عشر ناقص ستة نعم يمكن أربعة عشر ناقص ستة يساوي ثمانية الآن ننتقل إلى منزلة المئات لاحظ معي أصبح لدينا الآن عدد جديد في منزلة المئات وهو الخمسة لم تتغير قيمة العدد وإنما أخذنا واحد من الستمئة وأضفناه إلى الأربعين في العشرات وعندما نأخذ مئة كاملة ونضيفها إلى منزلة العشرات يصبح لدينا العدد الجديد أربعة عشر عشرة والعدد الجديد في منزلة المئات خمسة خمسة ناقص ثلاثة بمعنى خمسمئات ناقص ثلاثمئات يساوي مئتان أصبح لدينا الناتج الجديد مئتان وثلاثة وثمانون وهي قريبة من المئتان وبذلك وصلنا إلى الجواب الصحيح جميل جميل جدا الآن ننتقل إلى مثال آخر وهو مثال يحتاج إلى تركيز أكبر ثلاثة وثلاثون ألفا وخمسمائة وتسعة وثلاثون نقربها إلى أقرب ألف وهي أربعة وثلاثون ألفا وواحد وثلاثون ألف وستمائة وتسعة وأربعون نقربها إلى اثنان وثلاثون ألفا وهذه عملية يسهل طرحها ذهنيا الناتج ألفين الآن نبدأ بعملة الطرح من المنزلة الأصغر وهي الأحد تسعة ناقص تسعة يساوي صفر ثلاثة ناقص أربعة لا يمكن نقوم بعملية الاستلاف من المنزلة الأكبر أخذنا واحد من الخمسة وضفنا إلى المنزلة الأصغر فنضيف عشرة فيصبح العدد ثلاثة ثلاثة عشر الآن يمكن طرح ثلاثة عشر ناقص أربعة ويساوي تسعة ننتقل الآن إلى المنزلة الأكبر وهي منزلة المئات أربعة ناقص ستة لا يمكن نقوم بالاستلاف مرة أخرى نأخذ من الثلاثة التي في العشرات في خانة الآلاف واحد فتصبح اثنان وتصبح الأربعة أربعة عشر هذه العملية يمكن حسابها أربعة عشر ناقص ستة يساوي ثمانية الآن ننتقل إلى المنزلة الأكبر وهي منزلة الآلاف اثنين ناقص واحد يساوي واحد جميل ثلاثة ناقص ثلاثة يساوي صفر أصبح لدينا الناتج الف وثمانمائة وتسعون جميل جميل جدا أحسنتم الآن ننتقل إلى بعض التدريبات لنقرأ هذا المثال بو نحاول أن نستكشف العملية مع حامد مائة وثلاثون ريالا إذا اشترى لأمه هدية بخمسة وتسعون ريالا فكم ريالا يتبقى معه لكي نقوم بهذه الحسبة لنعرف الباقي دائما نستخدم عملية الطرح نبدأ بالعدد الكلي وهو العدد الكبير مائة وثلاثون ناقص الجزء الذي نريد أن نطرحه وهو قيمة الهدية خمسة وتسعون ريالا لنجد الناتج النهايي وهو الكمية المتبقية لدى حامد نبدأ الطرح دائما من المنزلة الأصغر الأحاد صفر ناقص خمسة هل هذا ممكن لا غير ممكن نقوم بعملية الاستلاف من المنزلة التي تليها وهي منزلة العشرات نأخذ واحد من العشرات فتصبح الثلاثين عشرين وهذه العشرة التي أخذناها عندما تنتقل إلى منزلة الأحاد تصبح عشرة عشرة ناقص خمسة يساوي خمسة اثنان ناقص تسعة يساوي هل هذا ممكن نعم أحسنتم غير ممكن اثنان ناقص تسعة عملية غير ممكنة نقوم بالاستلاف مرة أخرى من المنزلة الأكبر فنأخذ من الواحد واحد كامل فتصبح صفر وتصبح الاثنان اثنى عشر الآن نقوم بعملية الطرح اثنى عشر ناقص تسعة يساوي ثلاثة أصبح الجواب لدينا خمسة وثلاثون ولكي نتحقق من معقولية الجواب نقوم بعملية الجمع نقوم بكتابة الناتج زائد الجزء المطروح ليعطينا المطروح منه وهو العدد الكلي إذن تبقى مع حامد خمسة وثلاثون ريالا بعد أن اشترى هدية لأمه جميل جميل جدا نأخذ مثالا آخر نختم به هذا الشرح في هذا التدريب سوف نقوم بحساب المسافة لنقرأ مع بعض هذا التدريب بدأ بدر تسلقه لجبل في الصباح وعند الظهيرة تسلق مسافة ألفين وأربعمائة وسبعة وثلاثون مترا إذن بدأ في الصباح وتسلق في الظهيرة وصل إلى هذه المسافة إذا علمت أن ارتفاع الجبل ثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانون مترا فكم بقي ليصل بدرا إلى القمة لكي نقوم بهذه العملية نستخدم الطرح الآن كتبنا عملية الطرح نأخذ المسافة الكلية وهي ثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانون ونطرح منها الجزء الذي أتمه بدر لنعرف الجزء الباقي الجزء الذي أتمه بدر الفين وأربعمائة وسبعة وثلاثون نقوم الآن بعملية الطرح صفر ناقص سبعة هل هذا ممكن؟ أبدا غير ممكن إذن نستلف من منزلة العشرات وهي الثمانية فتصبح سبعة وتصبح الصفر عشرة عشرة ناقص سبعة ممكنة ويساوي ثلاثة الآن العدد الجديد في منزلة العشرات سبعة سبعة ناقص ثلاثة يساوي أربعة ننتقل لمنزلة المئات خمسة ناقص أربعة يساوي واحد وثلاثة ناقص اثنان يساوي واحد لنتحقق من صحة الجواب نقوم بعملية الجمع بدءا من الناتج والمطروح ليعطينا المطروح منه وهو العدد الكلي الأكبر بهذا الطريقة نتحقق من معقولية الجواب إذن بقي على بدر ليصل لقمة الجبل ألف ومئة وثلاثة واربعون مترا جميل جميل جدا أحسنتم في ختام هذا اليوم نراجع ما تعلمناه تعلمنا في هذا الدرس الطرح وعرفنا أن الطرح ينقسم إلى قسمين طرح مباشر وطرح مع عدد التجميع الطرح المباشر وهو أن يكون العدد المطروح منه بجميع منازله أكبر من العدد المطروح فالخمسة أكبر من الثلاثة ونطرحها مباشرة والسبعة أكبر من الستة والتسعة أكبر من الثلاثة أما الطرح مع عدد التجميع ففي حالة وجود بعض الأعداد في العدد المطروح منه أصغر من العدد المطروح مثلا الواحد أصغر من الثمانية فلا يمكن الطرح والاثنان أصغر من الستة فلا يمكن الطرح ولذلك نحتاج إلى إعادة التجميع كما تعلمنا سابقا شكرا لكم لحسن الاستماع ونتمنى لكم مزيدا من التفوق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة